تتفلت تركيا من روسيا والولايات المتحدة بهدف توجيه ضربة قاضية لقصد وإلى حين توصل لصيغة تناسب الدول الثلاث لا تحجم أنقرة عن إنهاك قصد من خلال استهداف قادتها وقصف مواقعها بحسب ما تعلنه وزارة الدفاع التركية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال لأن واشنطن أرسلت الآلاف من شحنات الأسلحة إلى قوات سوريا الديمقراطية شمال الشرق سوريا ليوضيف أردوغان أن تركيا ستقتلع شوكها بأيديها بعد ذلك الرئيس التركي وعقب محادثات جرت في اسطنبول بين ممثلي بلاده مع وفد روسي حول سوريا أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أولوية تطهير الحدود السورية بعمق 30 كم على الأقل في المرحلة الأولى بموجب اتفاق سوتش المبرم عام 2019 نائب وزير الخارجية الروسي ميخايل بوكدنوف قال إن بلاده تواصل محاولتها إقناع الجانب التركي بعدم البدء في العملية البرية في سوريا بينما قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا أليكساندر لافرينتييذ إن هناك احتمالا لعدول تركيا عن القيام بالعملية رغم عدم تقديم أنقرة لمثل هذه التأكدات في تصريحاتها عزم تركي ومقترحات وضغوطات أمريكية وروسية وتخوف من قبل قسد وترقب من الأهالي أصحاب الأرض المهجرين منها والمقيمين فيها لمصير المنطقة التي باتت تبدو وكأنها محل خلاف دولي خلاف ربما تنهيه السياسة أو رائحة البارد